أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة وحث المجلس في بيان له جميع الأطراف على العمل مع مناصقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريت كاك وجاء بيان المجلس عقب التقرير الأول للمناصقة الأممية منذ تعينها قبل نحو الشهر وعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التقرير كما يعقد المجلس غدا الأربعة جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على طلب الجزائر